طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين يجري العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مباحثات في منتجع سوتي على البحر الأسود غدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذه الزيارة للعاهل البحريني هي ليست الأولى من نوعها بل أنه زار روسيا على مدى العامين الأخيرين مرتين وكانت وفود بحرينية كثيرة قد زارت روسيا الاتحادية وجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات وواضح كما يقول المراقبون فإن تنامي العلاقات بين المنام وموسكو يفتح الطريق لتعاون نوعي بين البلدين خلافا لما كان عليه الحال قبل بضع سنوات من الآن للحديث عن هذه الزيارة وعن الملفات الدولية والإقليمية اللاهبة يسرنا أن نستضيف من سوتي وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مرحبا بكم وبودنا أن نستمع إلى ما هي الملفات التي سيجري الحديث عنها أثناء اللقاء بين الملك وبين الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي العزيز هذه مثل ما تفضلت زيارة مهمة لصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى روسيا وللالتقاء بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين وهي ليست الزيارة الأولى بل هي تبني على زيارات سابقة لجلالة الملك إلى روسيا وتم تحقيق الكثير فيها وتتنامى بشكل مضطرد حقيقة في مختلف المجالات وهناك العديد من الملفات التي سيبحثها جلالة الملك مع أخيه فخامة الرئيس ومنها الأوضاع في المنطقة ومحاربة الإرهاب ومنها التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وفي مجال الطاقة وأيضا التعاون في المجال الدفاعي هذه كلها محاور مهمة ورئيسية في هذه الزيارة لجلالة الملك ونتطلع إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال نعم في الزيارة السابقة كما تذكرون جرى التوقيع بالأحرف الأولى على عدد كبير من المشاريع المشتركة بل أن عدد الاتفاقيات التي جرت توقيع عليها أثارت تعليقات في بعض الدوائر الغربية وكأن المنامة تغير التحالفات من التحالف المعروف تاريخيا مع الولايات المتحدة ومع الغرب وتتجه الآن نحو روسيا هل فعلا أنتم بصدد الذهاب بعيدا في علاقات متنوعة مع موسكو بما في ذلك التعاون العسكري وفي مجال الطاقة وإلى آخره من القضايا التي تعتبر مفصلية في الحياة السياسية بين الدول أخي هذه النظرة والصورة هذه لا تعكس حقيقة الوضع فيما يتعلق بتوجه البحرين وسياستها الخارجية مع مختلف الدول أولا وأكد لك أن هذه السياسة هي سياسة انفتاحية على العالم كله إن كان لدينا علاقات قوية تاريخيا مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أوروبا أو أيضا تاريخية أيضا مع دول في آسيا كالهند وغيرها أيضا لدينا علاقة الآن مهمة وتتنامى بشكل كبير مع روسيا فالنقطة الأولى ليس هناك أي استبدال وليس هناك أي انتقال من حليف إلى آخر نحن نمج جسورنا إلى العالم كله وعلاقتنا مع الولايات المتحدة وكثير من الدول لم تتغير بل أيضا تتنامى في نفس الوقت اللي تنمو في هذه العلاقة النقطة الأخرى نحن نطمح يعني إلى أن نحن نبني العلاقة بما يسهم في إشاعة أجواء التعاون في منطقتنا نحن لسنا في فترة الحرب الباردة عشان نصل إلى هذه القناعة نحن ننتقل من معسكر إلى آخر أو نستبدل معسكر بآخر هذا الشيء الآن يعني عفى عليه الزمن ومضى وراءنا اليوم العلاقات بين مختلف دول العالم تمتد في كل جهة وهذه العلاقة ما بين البحرين وروسيا ما هي إلا جزء من هذه السياسة الخارجية المنفتحة نعم بالمناسبة يعني هذه التعليقات تصدر عادة ليس فقط فيما يتعلق بالبحرين وإنما في كل زيارة يقوم بها مسؤول رفيع أو قائد من بلدان منطقة الخليج العربي ويقال أن هناك تحول في المواقف أنتم دبلوماسي مخضرم وعملتم في عواصم القرار العالمي في واشنطن في إنجلترا وفي مدن وفي عواصم أخرى هل تعتقدون فعلا أن التعاون الخليجي العربي مع روسيا هو يساهم حتى في خلق جسور للتواصل بين موسكو وواشنطن التي يبدو للوهلة الأولى وكأنها انقطعت الآن أو أنها تعثرت بسبب خلافات في عدد من الملفات الدولية الهامة والله يا أخي في المقام الأول يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى توجه روسيا إلى المنطقة يعني الظروف اليوم في علاقة روسيا بمنطقة الشرق الأوسط غير الظروف التي تعود إلى فترة بعض العقود الماضية التي كانت في مسألة شرق وغرب اليوم روسيا لها طبعا دورها ولها تأثيرها ولها سياستها في المنطقة ولها نظرتها الاستراتيجية فيما يتعلق بتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة هذا شيء نحن كدول منطقة نرحب فيه ونتطلع أن تمتزج هذه النظرة الروسية لاستقرار المنطقة ولحماية المصالح مع جميع الدول أيضا مع النظرة الأميركية في هذا الشأن وإذا نظرنا إلى الموضوع نجد أن هناك نقاط رئيسية قد تكون نقاط التقاء مهمة فيما يتعلق في هذه العلاقات وأولها هو الملف السوري الملف السوري ملف مهم جدا ونتطلع إلى أن يتم رفع معاناة الشعب السوري الشقيق لكن ذلك أيضا يتطلب تعاون دولي في هذا الشأن فنحن نعلم جميعا أن المسألة ليست مسألة داخلية في سوريا الشقيقة فقط المسألة ليست إقليمية فقط بل المسألة لها أبعاد دولية على مستوى العالم فالتعاون في هذا المجال نحن ندعمه ونتمنى أن يسهم في إيجاد حل سياسي لهذا البلد الشقيق نعم بلا شك أن الملف السوري سيكون أحد الملفات الرئيسة التي ستبحث بين القائدين البحريني والروسي ولكن كما نرى الآن هناك تصعيد في المنطقة ربما يأتي من خلال نية المملكة العربية السعودية إقامة تحالف وقد أعلنت أو هكذا تردد في الأخبار أن المملكة البحرين ودولة الإمارات العربية هم يتفقون مع تصريحات المملكة العربية السعودية بالتدخل عسكريا في سوريا لمحاربة داعش أولا ما هو موقف مملكة البحرين من هذا المشروع السعودي وهل أنتم فعلا مستعدون للدخول في هذا التحالف العسكري من أجل الدخول إلى سوريا والله أخي شوف يعني هناك خطوات كثيرة تحدث في المنطقة قد ينظر لها البعض تصعيد بس أنا لا أرى الموقف الذي خرج من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات قبل قليل أنه موقف تصعيدي بل هو موقف مبدئي لمحاربة الإرهاب ألسنا متفقون أن هناك عدو يحيط بنا ومتواجد في منطقتنا وهو داعش أو غيره أو إن كانت من الميليشيات الإرهابية التي يجب محاربتها ويجب مجابهتها بكل شكل من الأشكال هذا شيء نحن متفقين عليه لكن المسألة مسألة مواقف نحن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جزء من تحالف دولي موجود من 2014 لمحاربة الإرهاب وكنا وأسهمنا بأسلحتنا لمحاربة هذا الإرهاب الآن هناك مسألة تتعلق بالتواجد على الأرض هذه مسألة هي جزء وليست سياسة جديدة السياسة موجودة منذ فترة نحن نحارب داعش نحن نحارب الإرهاب المدعوم من الدول في المنطقة نحن نحارب كل هذه الأمور أما في مسألة تتعلق بتواجد على الأرض فهذه مسألة أخرى تتعلق بجزء من العمل وكل دولة وحسب إمكانياتها في هذا الشأن أما المسألة المبدأ بمحاربة الإرهاب فنحن جميعا ملتزمون به نعم يعني أفهم من ذلك أنكم فعلا كمملكة البحرين مستعدون للدخول في هذا التحالف بمعنى إرسال قطاعات بحرينية فيما لو جرت هذه العملية لا يا أخي ليس كذلك التصريح الذي نسب إلى سفيرنا في لندن هو تصريح غير صحيح لم يقل سفيرنا هذا الكلام أن البحرين سترسل أو جاهزة أنها ترسل قوات برية وأرضية إلى سوريا أو إلى أي مكان لمحاربة الإرهاب هذا الشيء نحن ملتزمون كما قلت لك المظلة ملتزمون به البحرين تحارب الإرهاب من ضمن التحالف الدولي الذي قام في أكتوبر 2014 البحرين تحارب الإرهاب في مختلف القطاعات العسكرية في اليمن إن كان قطاع بحري أو جوي أو بري لكن فيما يتعلق بهذا الشأن بهذه التطورات الأخيرة فنحن نساند جهد جميع أشقائنا في ملتزمون في هذا الشأن وكلا حسب الإمكانيات في هذا الشأن هذا هو جوابنا للموضوع نعم يعني كنظرة دبلوماسي يعرف ملفات المنطقة المعقدة هل تعتقدون بأن فيما لو أن العملية البرية حدثت في سوريا وبلا شك أن سيكون لذلك غطاء دولي من الولايات المتحدة ومن حلف الناتو بلا شك هل هذا سيساعد على حل التوتر القائم في المنطقة وبإختصار شديد التوتر القائم بين بلدان الخليج العربي وبين إيران الذي لم يخف على الرغم من أن ملف إيران النووي يوشك أو انتهى تقريبا بالاتفاق الذي عقده بين الدول الست وبين طهران هل تعتقدون بأن هذا القرار فيما لو طبق ونفذ على الأرض لا يثير حفيظة إيران التي تعتبر نفسها الآن أو هكذا يصرح قادة إيران بأنهم لن يسمحوا بهذا التدخل في سوريا والله يا أخي هذا السؤال فيه موضوعين رئيسيين فيه مسألة التفاهم الدولي لمحاربة هذا الإرهاب وهذا شيء مهم نحن نعلم أن روسيا لها مصالح في سوريا وأيضا نحن لنا مصالح في استقرار هذا البلد الشقيق وإخراج الإرهابيين منه ففي هذا الشأن يجب أن يكون هناك تفاهم دولي كامل وتفاهم لموقفنا في محاربة الإرهابيين الذين هم أيضا يعتبرونهم إرهابيين من مختلف الجهات الموضوع الآخر الذي نشير له هو موضوع إيران إيران أيضا تقول وتدعي أن هناك أنها تحارب الإرهابيين في سوريا رغم أن نحن نعلم أن لها أيضا دور في دعم كثير من المجاميع الإرهابية التي تقتل وتسفك دماء ذاك الشعب الشقيق لكن أيضا نحن لا يهمنا دور إيران فيما يتعلق بسوريا سوريا بلد عربي شقيق سوريا الآن مسألة دولية كبرى ويجب أن تطلع بها الدول الكبرى وتتفاهم عليها ونحن تاريخيا دائما نكون جزء مع التحالفات مع دول العالم والأخص الدول الكبرى منه لإحلال السلام في المنطقة أما مسألة العلاقة مع إيران فهذا موضوع آخر نحن نتطلع إلى علاقة جيدة وممتازة مع هذا البلد الجار لكن لدينا الآن معهم مساء كبيرة نختلف معهم فيها وأولها هو التدخل في شؤون الدول المجاورة ومنها سوريا الشقيقة حتى ننتهي من هذه الملفات لا أرى أن علاقتنا مع إيران ستتطور بإيجابية إن خطوا خطوات فسنخطو خطوات أكثر في هذا الشأن تجاههم لكن نحن نعلم وهم يعلمون أن عليهم أن يتخذوا خطوات كثيرة نعم يعني اليوم على ذكر المخاطر التي تهدد دول المنطقة وواضح أن الحديث يجري هنا عن إيران هو ما قاله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في لقائه في مهرجان التقافة أو المهرجان الوطني التراث والثقافة مع مجموعة من المثقفين والكتاب والصحفين قال أننا سندافع عن أنفسنا المطلع على الوضع الآن في المنطقة يرى بأن هناك مخاوف من الدور الإيراني ربما أكبر لدى بلدان الخليج العربي مما كانت عليه الحال حين كانت إيران لا تزال تفاوض حول ملفها النووي يعني كان من المتوقع أنه بعد أن أعطت الولايات المتحدة لحلفائها في المنطقة ضمانات بأن طهران لن تقوم بمشاريع نووية عسكرية ويخف حالة الخوف والحذر من السياسة الإيرانية ولكن ما نراه الآن أن المخاوف هذه تتسع وأن صورة إيران العدو لا تزال هي القائمة في عواصم بلدان مجلس التعاون الخليج العربية هل هذا صحيح التصور؟ أخي الكريم الموضوع واضح هناك اتفاق دولي صار بين دول خمسة زائد واحد وبين إيران حول الملف النووي الإيراني وهو اتفاق فيه تشعبات كثيرة وفيه خطوات كثيرة يجب أن تلتزم بها إيران أنت ذكرت أن لدينا مخاوف أكبر هذه المخاوف التي لدينا أن إيران هي ستفهم هذا الاتفاق الفهم الخاطئ هناك من قد يفهم هذا الاتفاق أنه إطلاق ليد إيران في شؤون المنطقة ليس هذا هو الاتفاق نحن تربطنا علاقات مع حلفائنا حول العالم ولدينا التزامات وهم أيضا لديهم حلفائهم التزامات معانا فأي فهم خاطئ من إيران أن هذا الاتفاق سوف يطلق يدهم وسوف يفتح الباب أنهم يمارسوا هيمنتهم على المنطقة هذا سيكون هو الكارثة بالنسبة لهم التي يجب كما تفضل خادم الحرمين الشريفين أن ندافع عن أنفسنا منها يجب أن يكون نظرتهم صائبة في هذا الشأن أنهم توصلوا إلى هذا الاتفاق ويجب أن تكون الخطوة القادمة هو إصلاح سياستهم الخارجية تجاه جيرانهم في المنطقة وجيرانهم متقبلي لبناء العلاقة مع إيران أما أنهم يتفهمون أن العالم قد مال تجاههم وابتعد عن المنطقة وأن العالم سيفتح لهم الأبواب ليعملوا ما يريدون فما هذه إلا أوهام هذه لن يقبلها أحد لا العالم ولن تقبلها دول المنطقة ولذلك نحن تخوفنا الأكبر هو يأتي من كيف سيكون رد فعلا إيران وليس من أي جانب آخر نعم يعني هذه المخاوف كما ترون ربما السبب الرئيس لها هو أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تركت الحبل على الغارب كما يقال لإيران يعني مثلا بالأمس سمعنا من يقول بأن الولايات المتحدة تمنع على المعارضة السورية هكذا المسلحة وصول الأسلحة فيما تسمح لطائرات إيرانية بالتحليق في السماء السورية وإيصال مساعدات عسكرية إلى آخره يعني أنتم تعرفون ربما أكثر من غيركم العقلية الأميركية وكيف تتعامل أميركية مع ملفات المنطقة بحكم العلاقة الدبلوماسية والعمل في الولايات المتحدة وأيضا كدولة واحدة من الدول الحليفة الرئيسة لواشنطن في العالم كيف تقرؤون الموقف الأمريكي من إيران ما بعد اليوم التالي من إنهاء ملفها النووي أخي الكريم قبل أن نقرأ الدور الأمريكي وكيف ينظر إلى إيران فلنقرأ كيف تتطور العلاقة ما بين دول المنطقة دول مجلس التعاون والعدد آخر من الدول العربية الرئيسية مع الولايات المتحدة العلاقات إذا بتقارنها في العقود الماضية تطورت بشكل كبير ووصلت إلى نوع من الشراكة في أمن وسلامة المنطقة فليس الفهم أننا هناك من دولنا التي تريد ترى في سياسة الولايات المتحدة اختلفت وتريد أن تدافع عن نفسها بنفسها نعم نحن الآن شركاء وشاركناهم في مساء كثيرة ضد الإرهاب في أفغانستان في حماية خليج عدن في حماية مياه الخليج العربي يوميا نحن نشترك في هذا الشأن فالمسألة ما فيها هي ليست أن نقرأها قراءة غير لكن الظروف ونوعية الشراكة بيننا وبين أمريكا تطورت وهناك دور متزايد لدول المنطقة ودول مجلس تعاون في القيام بشأن المنطقة وفي الدفاع عن استقرار المنطقة هذا هو المتغير هذا ما هو معرض للفهم الصحيح أو الفهم الذي قد يجانب الصواب هنا يجب أن نتفهم أن ليس هناك أي اختلاف بيننا وبين الولايات المتحدة في الموضوع المواضيع الرئيسية والمواضيع شائكة والحروب التي تجرى في المنطقة ليست بالمواضيع السهلة فيجب أن لا ندخل في متاهات توحي بأننا مختلفون في هذا الشأن الخلاف هو أننا يجب أن تكون علاقتنا مع إيران يجب أن تكون علاقة مبنية على مصالح مشتركة حتى نصل إلى ذلك فنحن على موقفنا من هذا الشأن نعم تحدثتم عن الميليشيات التي تقوم إيران بدعمها والتي تشارك في العمليات العسكرية سواء في العراق أو في سوريا وهذه المجاميع خاصة في العراق قلتم مرة أنه ينبغي إصدار فتوى أخرى لوقف ما اعتبرت بالنسبة لكم انتهاكات تقوم بها خاصة في الآونة الأخيرة في محافظة ديالة وقد أثارت هذه التصريحات الكثير من ردود الفعل هناك حديث جرى في أوساط بلدان الخليج والتي تشارك في المؤتمرات الدولية بشكل فعال ونشط حول إدراج هذه المجاميع المسلحة أيضا في قوائم الإرهاب هل تعتقدون أن هذه الفكرة واقعية وأن الولايات المتحدة وما يسمى بدول القرار العالمي مستعدا لقبول هذه الاقتراحات بإدخال هذه المنظمات في المجاميع المسلحة في قائمة الإرهاب والله يا أخي يعني ما نحتاج لأن نقرأ في أمور مخفية عشان نعرف أن كثير من هذه المجاميع هي مجاميع إرهابية في حقيقتها لا نحتاج إلى أدلة كثيرة عشان نعرفنا مثلا حزب مثل حزب الله أنه حزب إرهابي ويقوم بعمليات إرهابية في المنطقة عندنا في البحرين أو في الدول الجوار أو في العراق أو في لبنان أو في سوريا كلها عارفين هذه الأمور ليس بالصعب معرفة ما جرى في بعض مناطق العراق من توترات أساسها كان مذهبي في هذا الشأن ولهذه الميليشيات دور في هذا الشأن نحن مع استقرار الدول نحن مع سيادة الدول لكن هذه الميليشيات وهذه المجاميع الإرهابية هي مجاميع تدعمها دولة تختلف فقط عن المجاميع التي هي حرة بنفسها أو تنطلق كما تريد مثل داعش فقط في الارتباط لكن الإرهاب والآلية والعمل والنتيجة والإجرام التي ينتج عنها واحد ولذلك نحن نعم لدينا قوائمنا ولدينا سياستنا مبنية على واقع ومبنية على كل الأدلة لما يقومون به من إرهاب في بلداننا في المنطقة ولدينا كل الإثباتات من الأسلحة والتهريب والتدريب وكل هذا الشأن وإذا أراد العالم العالم دول كلها دول مسؤولة وتتفهم ويقرؤون الحقائق ونحن سنبرز هذه الحقائق للعالم أما مسألة الإدراج فهي مسألة قادمة في وقت قريب نعم ذكرتم أن هذه المجاميع قامت بأعمال توصف إرهابية في بلادكم ولكن هناك من يقول أن لا يوجد شفافية في التحقيقات التي أجريت في البحرين بعد إمساك هذه الخلايا هل أنتم مستعدون لإطلاع منظمات دولية تشارك في التحقيق مع الذين ألقي القبض عليهم لإثبات بالفعل فيما إذا كانوا هؤلاء قد حملوا السلاح أو كانت لديهم نوايا تفجيرات وأعمال تقريبية أو أنهم معارضون سياسيون فقط وكما تقول بعض الأوساط البحرينية بأنهم اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية أبدا يا أخوي إذا المسألة أن يعتقل الشخص بسبب آراء السياسية فأنا وأنت حين أن تكلم هناك من يعبر عن رأيه السياسي في البحرين بما يخالف رأي الحكومة في مختلف الأمور ليس المسألة مسألة القبض أو إسكات صوت أو منع الكلام أو أن هناك من يختلف معانا سياسيا أن يوصن بأيتهم هذا لناس عليهم أدلة هذا لناس حملوا السلاح هذا لناس قتلوا الشرطة هذا لناس قبض عليهم وفي حوزتهم الأسلحة والمواد المتفجرة وعرفنا أيضا كل المخابة وكل الأدلة التي تربطهم بهذه المجاميع الإرهابية وحزب الله والمجاميع في إيران فالمسألة أدلة واضحة لسنا فقط نحن في مملكة البحرين الذين نعرف هذه الأدلة فجميع حلفان يعرفون ومطلعون ويعرفونها خطوة خطوة أما مسألة الشراك جمعيات أو جماعات دولية من النشطاء في هذا المجال فهذه ليس من شأنهم شأنهم أنهما يلتفتون إلى السياسات العامة أما الشأن الأمني وشأن مسألة التحقيق ومسألة هذه فهي شأن للبحرين مع حلفائها من الدول في جهاتها المختصة نعم كيف تتعاملون مع الرأي القائل بأن بلدان مجلس تعاون بلدان الخليج العربية يوحدها فقط الهاجس الأمني وليس المصالح الاقتصادية المشتركة وهؤلاء يسوقون دليلا على أن الهاجس الأمني هو العلامة أو العنوان الرئيس لهذا التحالف أو هذا الاتحاد أنهم إلى الآن لم تتوصلوا إلى العملة المشتركة وإلى مشاريع تنموية مشتركة تجمع هذه البلدان على الرغم من أن عصر الثروة أو الرفاه النفطي قد بدأ ينحسر شيئا فشيئا هل صحيح أن الهاجس الأمني هو الذي يشكل عنوان الرئيس لمجلس التعاون وليس غير ذلك؟ والله أخي شوف لما يكون عندك نهضة اقتصادية كبيرة ولما يكون عندك ميزان تنمية بشرية عالي يضع مصاف الدول الست في الشريح العليا على مستوى دول العالم طبعا بيكون عندك هاجس أمني لنتحمي هذا النجاح النجاح هذه اللي يتطلب حمايته نعم لن نسمح بمن يأتي ويخرب هذا التعاون العملة هي جانب من جوانب مسألة التعاون الاقتصادي وكثير من المناطق دخلت في عملة وهناك دول اختارت أن لا تدخل فالعملة ليست بمقياس لكن لدينا ارتباطاتنا بالعمل العالمية لكن انظر إلى ميزان التجارة ما بين دول مجلس تعاون في العقد الأخير تضاعف عشرات المرات ما بين دولنا التجارة البينية فقط مصالحنا الاقتصادية مرتبطة ارتباط كبير مصالح شعبنا أيضا ورفاهيته وأمنه وسلامته أيضا هو المسألة الأولى لدى قادتنا في دول مجلس تعاون فكيف لا يكون هاجسنا أمني أن نحمي هذه الرفاهية التي يعيش فيها الشعب في المنطقة وهذه الرفاهية لم تأتي من فراغ هذه الرفاهية قائمة على أن مسألة الحكم الرشيد ومسألة إشراك الجميع في الموضوع والأرقام الدولية تشهد بذلك أن تركنا الحبل على الغارب وتركنا الجميع أن يتدخل وتركنا الجميع أن يحاول أن يسقط هذا النجاح فيما لديهم هم قصص الفشل فسنكون مقصرين هذا هو الهاجس الأمني لعندنا حماية أنفسنا حماية شعوبنا وحماية هذا النجاح الذي نحن فيه نعم كما تعلمون أن الإمارات أعلنت بأنها ستحتفل بآخر برميل نفط هل تعتقدون بأن هذه النظرة إلى انتهاء عصر البترول وضرورة الاعتماد على موارد أخرى وتعزيز ميزانيات هذه البلدان بمشاريع استثمارية وإلى آخره من أجل الحفاظ على وطيرة متصاعدة من النمو هي فكرة تطوف في أذهان كل قادة بلدان الخليج العربية نعم نعم انظر إلى السياسات وأنا أقول لك أنا من بلدي مملكة البحرين ثروة الإنسان البحريني عندي أكبر بعشرات المرات وأهم من الثروة النفطية المواطن البحريني يعمل اليوم في مختلف أنحاء العالم وليس فقط في دول خليج العربي في دول مجلس تعاون يعمل في أوروبا ويعمل في كل مكان هذا هي الثروة الرئيسية نحن لا نعتمد على النفط وبدأنا سياسات منذ زمن طويل لتنويع مصادر الدخل وهذا ليس بالشيء الذي لم نكن نتوقعه لكن الآن ترى السياسات هذه أيضا امتدت إلى جميع الدول في المنطقة في منطقة مجلس تعاون فنحن نعلم أن هذه ثروة لن تدوم لكن الثروة الدائمة هي لما يكون شعبنا متعلم وواعي ومثقف ولديه من التمكين ولديه من القوة العلمية أنه يبني حضارة لبلده في مختلف المجالات هذا هو الذي نسعى إليه ونحن نعلم ولم نفاجأ بنزول هذه الأسعار في الفترة الماضية نعم بلا شك أن من ضمن القضايا التي سيتم الحديث عنها بين الملك وبين الرئيس الروسي هي قضايا التعاون في المجال العسكري ترى هل في نية المملكة بالفعل أن تنوع مصادر التسلح ومعروف أن للسلاح الروسي عقيدة معينة تختلف عن السلاح الغربي هل يمكن تجمع بين العقيدتين في بلد واحد لديه هذه الإمكانيات التي تستطيع بها أن تواجه المخاطر المحدقة بأسلحة مختلفة من مناشئ مختلفة أخي الكريم مسألة العقيدة العسكري هي مسألة عسكرية بحتة لكن ليس لأول مرة الآن أن مملكة البحرين حين انفتحت وبدأت تشتري بعض المنظومات وبعض أنظمة الأسلحة من روسيا أنها أول دولة تقوم بهذا الشأن فجميع دول المجلس تعاون سبق وانشترت الكثير من السلاح من روسيا وتتطلع إلى أن تدخل في مجالات جديدة لكن طبعا هم أخبر أهل الشأن العسكري في هذا الشأن ويعرفون ماذا الذي يجب أن يلتزمون فيه بعقيدة معينة وماذا ممكن أي شيء من بلد آخر أن يضيف إليها أو يكملها أو يبني عليها لن نتخل سياسات التي سينتج عنها نوع من الاختلاف أو نوع من التضارب في العقيدة العسكرية فنحن وعيون لهذا الشيء وهذا الشيء ليس أنه ليس في الحسبان نعم بل وعيين له نعم وما هي المجالات الأخرى التي يمكن أن يتم التعاون بيني مع الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية الأخرى والله مجالات كثيرة يا أخي في المسألة لدينا مسألة مهمة جدا وهي مسألة التعاون في مجال الطاقة مجال الطاقة اليوم شيء موضوع مهم جدا ويهم روسيا ويهمنا كدول المنطقة إن كان ذلك في مسألة التعاون في بناء المشاريع المشتركة المتعلقة بالنفط والغاز أو أيضا في مجال الاستكشاف فقد قطعنا نحن مع روسيا شوط كبير في هذا المجال وسيتم مناقشة كل التطورات في هذه الزيارة في إضافة إلى الجانب الدفاعي هناك الجانب الطاقة وأيضا هناك الجوانب التجارية اليوم هناك في هذه السنة الماضية واليوم هناك وفد بحريني وصل إلى موسكو لبحث العديد من الأمور التجارية وفد من رجال الأعمال هناك مجلس أعمال مشترك ما بين البلدين هناك أمور كثيرة قاعدة تعقد فلا يمر عام اليوم لا تعقد فيه كثير من الاجتماعات وكثير من التطورات وأيضا في مجال النقل وفي مجال السياحة وفي مجال تسهيل الانتقال والسمات الدخول والفيزا كل هذه الأمور الآن قاعدة تسهل ما بين البلدين والحمد لله نعم يعني في مجال السياحة معروف أن هناك طيران مباشر منذ فترة ليست بالقليلة بين موسكو والمنامة ولكن إلى الآن لم نشهد حركة نشطة للسياحة على الرغم من أن هناك الكثير من المناطق التقليدية التي كان السائح الروسي يذهب إليها كتركيا ومصر أصبحت الآن لأسباب مختلفة مغلقة ألا يمكن للبحرين أن تكون تعوض خاصة وأن الحياة الاجتماعية في البحرين حياة مدنية ومنفتحة وليست هناك قيود كما هي في بلدان أخرى ويستطيع السائح أن يجد الكثير من الخدمات وهو بلد خدمات معروف تاريخيا يقدم لضيوفه كل ما يمكن أن يوفر لهم الراحة أخي الكريم الباب مفتوح ويأتون سواح من روسيا الصديقة ويأتون في مختلف المجالات لكن تعرف أيضا العامل ليس فقط هو الهاجس الأمني لما تكلمت عن مصر أو تركيا أو أي مجال آخر لكن أيضا هناك عامل الهبوط أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادات وعلى العمل وعلى كثير من المجالات الاقتصادية أدى إلى ليس فقط أن هذا يتعلق بالبحرين بل يتعلق بالمنطقة ككل هناك تراجع في عدد من البلدان التي ترسل سياحة للمنطقة لهذا الشأن ولذلك لا نرى أن هناك سبب لحد الآن يمنع السائح الروسي أن يزور مملكة البحرين بل هو مرحب وهناك كثير من البرامج التي ستطرح لتشجيحهم على زيارة مملكة البحرين وأنت كما تفضلت البحرين بلد منفتح وله تاريخ من هذا الانفتاح ونتطلع لاستقبال الأصدقاء الروس في مملكة البحرين نعم بيودي أن أسأل أنتم شاركتم مؤخرا في مؤتمر المانحين للشعب السوري أولا هل أنتم راضون عن نتائج هذا المؤتمر أم أن هذه الوعود ستذهب إدراج الرياح كما ذهبت الوعود السابقة خاصة وأن المؤتمر الأخير كما سمعنا أن هناك الكثير من الدول أبدت استعدادا للتبرع بمبالغ ليست قليلة وأن مجموع التبرعات أو هكذا يمكن حسابها بحساب سريع تصل إلى حوالي سبع مليارات أولا هل برأيكم هذا المبلغ يكفي فلنقل معالجة جراح الشعب السوري واللاجئين السوريين وهل أن هذه الدول فعلا ستفي بالتزاماتها أم أن الأمور ستنتهي فقط بحملة علاقات عامة ولن يقبض السوريون منها شيئا أخي لن شوف مهما جمعوا من المال لن يخفف من آلام ومصيبة الشعب السوري الشقيق إلا حل سياسي يعيد كل مواطن إلى بيت آمن وبلد مستقر هذا هو الذي سيحق لكن بدون شك ما حصل في العاصمة البريطانية كان شيء مهم جدا فقد جمعت سبعة مليارات تقريبا وشوي جنيه سترليني فوق العشرة مليار دولار أمريكي وهذا شيء غير مسبوط في هذا الشأن وهي تعهدت بها الدول وهذه الدول مسؤولة في العالم وستقوم ببرامج وتعهدت بها حسب برامج ستقوم بها مملكة البحرين دائما ملتزمة ولا تعلن عن شيء إلا حين تبدأ للقيام به في هذا الشأن نحن لدينا دور كبير في دعم التعليم وضمان التعليم لهذا الجيل من أبناء سوريا الشقيقة هناك مدارس تبنى في المخيمات التي يقطن فيها الأشقاء السوريون وهناك في بعض المدن في الأردن أيضا مدارس للأشقاء واطفالهم من سوريا وأيضا في القاهرة وفي أماكن أخرى نحن ملتزمون في هذا الشق بما أسهم في تدريس 47 ألف طالب سوري ذلك في مدارس مملكة البحرين هذا الشأن نحن ملتزمين في أما نيات الدول أنها ستقوم بالدفع أو أنها حملة علاقات عامة فأرجو أن لا يكون ذلك لأن المسألة مسألة إنسانية كبيرة ويجب أن نبذل كل جهد لدينا في دعم الشعب السوري الشقيق ورفع هذه المعانا الكبيرة عنها ما هي الآلية التي اعتمدت في هذا المؤتمر خلافا للمؤتمرات السابقة التي تضمن وصول هذه المساعدات إلى اللاجئين السوريين أو السوريين في دول الشتات وهم للأسف في بقاع كثيرة ينتشرون نسأل الله أن يفك كربة الشعب السوري الشقيق وأن يعود إلى بلده آمناً مطمئناً عزيزاً في مدنه وكل جزء من تراب بلده لكن مسألة الآلية الآليات دائماً تتطور ليس لدي أي نظرة إن كانت هناك آليات جديدة لكن هناك متابعة من الأمم المتحدة فنحن نعلم أن هذا الاجتماع الذي عقده في لندن كان برعاية العديد من الدول ومنها دولة الكويت ومنها ألمانيا ومنها النروي ومنها المملكة المتحدة وإضافة إلى الأمم المتحدة كان الأمم العام موجود هناك فمن خلال كثير من الآليات تحت إشراف الأمم المتحدة سيتم التأكد من وصول هذه الإعانات وهذه المواقف إلى من يستحق من الشعب السوري الشقيق نعم ذكرتم أن 47 ألف طفل أو تلميذ سوري قد درسوا في المدارس البحرينية هل تقصدون أنهم درسوا في داخل مملكة البحرين أم في المدارس التي أسست في مخيمات الشتات لا في المدارس التي أسست في مخيمات الزعتري وفي مدينة أربد وفي القاهرة وأيضا في مدينة المفرق هناك مدرسة ابن الآن والمشاريع مستمرة نقصد في أخوان الشعب السوري الذين وضعتهم الظروف تحت هذه المخيمات وكما تعلمون ربما اليوم وبالأمس هناك موجة كبيرة جديدة من النازحين ذهبوا من مناطق شمال من مدينة حلب باتجاه الحدود التركية ومرة أخرى تدعو أنقرة إلى إقامة منطقة آمنة أو منطقة حضر طيران أولا هل يمكن بحث هذه الفكرة أثناء زيارة مباحثات الزعيمين الروسي والبحريني لإجراء القيام بهذه المنطقة الآمنة للاجئين في المنطقة أو هل تعتقدون بأنها فكرة واقعية؟ هذه الفكرة ليست مطروحة ضمن جدول أعمال الاجتماع جلالة الملك حفظه الله مع فخامة الرئيس يوم غد هنا في سوتي لكن هذه المواضيع كلها تتعلق بشؤون عسكرية لكن نحن ننظر إلى الموضوع بصورة أعلى وبصورة أكبر نحن نتطلع إلى حل سياسي يسهم فيه الجميع أما أن نمسك بهذا التفصيل أو ذاك التفصيل كله على حدة فلن ننجح في أن نرفع معاناة الشعب السوري يجب أن تكون هناك مظلة تفتح الباب للحل على مصرعي غير تلك المظلة التي قائمة على مبادئ جنيف وعلى ما تم التوصل من التفاهمات في فين فلن نرى شيء أما إذا نمسك بالأحداث حدث حدث ونحاول أن نتعامل معها فهذا سيضيع الجهد وسيشتت الفكر ولن يؤدي إلى شيء نعم وكما ترون فأن جنيف ثلاثة قد علق وكأنه ربما قد لا يعود في وقت قريب لأن هناك اشتراطات متبادلة بين الفرقاء السوريين برأيكم هل أن هذه الصيغة أثبتت أنها غير قابلة للتحقيق وأنه ينبغي التفكير إقليمياً ومعروف أن البحرين كان لديها موقف أكثر حذراً في الملف السوري وأقل اندفاعاً من دول أخرى في المنطقة هل يمكن إيجاد فعلاً آلية للحل السياسي تتجاوز العقبات والعثرات والألغام التي زرعت في طريق مؤتمرات جنيف الأول والثاني والثالث الذي انتهى أيضاً دون نتيجة شوفوا أخوي يعني إذا نظرنا هناك موضوعين موضوع هو محاربة الإرهاب والإرهاب هذه جاء لما نتج الفراق وضعفت سيطرة الدولة في العديد من المناطق في سوريا جاءوا الإرهاب وجاء الدواعش وأصبحوا خطر يهدد عبر الحدود هذا شيء لكن لنتمكن جميعاً من هزيمة هذا الخطر يجب أن نحل مسألة سوريا المسألة السورية هي مسألة تخص الشعب السوري في المقام الأول بكل جوانبها أن كان فيما يتعلق بانتخاباته أن كان فيما يتعلق بالرئاسة أن كان فيما يتعلق بأي شأن من الشؤون فهو شأن سوري الذي يجب أن نحمي الشعب السوري منه هو التدخلات الأجنبية والتدخلات الإقليمية التي لم تسهم في الاستقرار بأي شكل من الأشكال مع هذا الطرف أو ذاك الطرف بل زادت من معاناة الشعب السوري وتشريده وزادت من سفك الدماء الذي يتعرض لها في أكبر مأساة نشهدها في هذا الوقت من عالمنا هذا الشيء الذي يجب أن يتوقف والمسؤولية تقع على الأخوان السوريين المجتمعين في جنيف أنهم يتكلمون كسوريين ويتكلمون أنهم كلهم ينتمون إلى بلد واحد والمسألة الدولية الكبرى هو أن يطلع العالم بمسؤولياته إن كان روسيا إن كان الولايات المتحدة إن كان الدول الأوروبية يطلعون بمسؤولياتهم بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار وبما يبعد هذه التدخلات الإقليمية التي لم تنفع هذا البلد الشقيق نعم مملكة البحرين تشارك في التحالف العربي في اليمن أولا كيف تقيمون تطورات الوضع في اليمن ميدانيا وهل فعلا يعني أن العمليات العسكرية دخلت مرحلة نوعية جديدة وأن هناك أفق قريب للحسم العسكري وفيما لو إذا كانت هذه المشاركة البحرينية ستكون دائمة بمعنى وجود قوات عربية لحفظ الأمن في اليمن بعد انتهاء المعارك والله يخي شوف اليمن بالنسبة لنا بلد استراتيجي من مختلف النواحي بلد عربي شقيق موجود في الجزيرة العربية وتربطنا به الكثير من العلاقات إن كانت علاقات تاريخية إن كانت علاقات أسرية علاقات كبيرة ولدينا التزام تجاه هذا البلد بأن يكون البلد مستقر وأن لا يختطف أو يسقط في يد مجاميع رهابية أو يدخل من ضمن معسكرات معادية لمحيطه العربي الذي هو ينتمي إليه فنحن نتطلع إلى حل سياسي في اليمن يجمع الجميع قائم على المبادرة الخليجية قائم على مخرجات الحوار اليمني ويثبت الشرعية في هذا البلد الشقيق هذا ما نطمح إليه ولا يستثني أحد من رفع السلاح عليها أن يلقي السلاح وأن يسير فيما اتفق عليه مع الشقاء في هذا البلد هذا ما نطمح إليه غير ذلك لا نسعى إلا إلى خير اليمن والاستقرار اليمن واليمن بلد شريك معانا في مختلف الأمور مثل ما قلت لك ونتطلع أنه يصير له مجال أن يزدهر مع أشقاء في المنطقة في مشاريع مشتركة وفي نظرة مشتركة مستقبلية ولا أن ينسلخ أو أن يسقط أو يستسلم لمن يحاول أن يسلخ عن محيطه العربي في الجزيرة العربية في الدقيقة الأخيرة بيؤدي أن أسأل اليمنيون كانوا يشتكون دوما بأن الاهتمام العربي وخاصة من الدول الشقيقة المجاورة هو اهتمام شكلي وليس عميق بمعنى أنهم تركوا في محنتهم طويلا هل الآن النظرة لوضع وموقع وأهمية اليمن تغيرت وأن اليمن قد يكون في المستقبل القريب عضوا في مجلس التعاون الخليج العربي العربية اليمن يرتبط بدول مجلس التعاون في علاقات كثيرة لكن يخي شوف اللي ينظر إلى أن العلاقة مع اليمن أو التزامنا باليمن هو التزام شكلي أنا لا أعرف ماذا يقصد بالتزام شكلي نحن من ذهب إلى اليمن هم أبنائنا وشبابنا وجنودنا هناك من استشهد في اليمن من أبناء دولنا اليمن بالنسبة لنا مصلحة حيوية واستقرار اليمن مصلحة حيوية نحن نعرف أن الشعب اليمني في أغلبيته الساحقة يقف معنا ويقف مع شرعيته ويفتح لنا صدره لما نقف ضد من يحاول أن يختطف أو يتدخل في شؤونه ولذلك المسألة ليست شكلية المسألة مسألة ارتباطنا باليمن ارتباط طويل المدى كان أن لم يكن اليمن عضو في مجلس التعاون فكان مرتبط مع دول مجلس التعاون بالعديد من المواقف والمستقبل لليمن الذي نطمح إليه هو أن يكون يمن مستقر مرتبط بجيرته في دول مجلس التعاون ارتباطات كثيرة خصوصا في المجلات الاقتصادية وفي المجلات التي تفتح أبواب الحياة الأفضل للشعب اليمني الشقيق نعم وبيودي أن أسأل حول كيف تقيمون علاقة مملكة البحرين مع العراق في ضوء ما تردد طويلا في الفترات السابقة حول قضية تبادل السفراء ونوعية السفراء وإلى آخره هل يعني العلاقة الآن بعد التغيير الحكومي الذي حصل ومجيء السيد حيدر العبادة رئيسا للوزراء قد تغيرت النظرة إلى الوضع العراقي وأنكم يعني بصدد إقامة علاقات أكثر قربا وأكثر حميمية مع العراق مما كان عليه الحال في الفترات السابقة والله يخي شوفها مسألة السفراء هذه مسألة قديمة يعني لدينا الآن سفير عراقي في مملكة البحرين ولدينا سفير بحريني في بغداد ولدينا قنصلية في النجف الأشرف ولدينا علاقات متنامية لكن نحن وما نطمح إليه إن شاء الله أن يكون هذا البلد العراق الشقيق بلد آمن مستقر لجميع أهله لأن في نهاية الأمر عراق مستقر عراق مزدهر عراق منفتح على جيرانه خالم من المشاكل خالم من التدخلات خالم من كل من يريد أن يلعب به أو يسيء إليه هو في النهاية لمصلحتنا جميعا فنحن نتمنى للعراق كل الخير وكل الاستقرار ونعلم أن أي شر ينوى للعراق هو شر ينوى للمنطقة كلها ونأمل أن يتخلص العراق من جميع التدخلات الخارجية في شأنه التي هي الآن العقب الكأداء أمام أي تطور سياسي أو اقتصادي لهذا البلد الشقيق الشيخ خالد بيودي في ختام هذا اللقاء وأشكركم على سعة الصدر وأنه أتحت لنا وقتا ومعروف أن هناك ارتباطات هذه الليلة قبل اللقاء مع سيد بوتن بيودي أن أسأل أنتم من الساس القلائل في العالم العربي الذين يهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي وغالبا ما تصدر كتابات لتويتر هل تعتقدون بأن هذه وسيلة دبلوماسية حسنة للتفاهم مع الدول ومع المواطنين في بلدكم والله يا أخي شوف قول لي من اليوم مهب على تويتر قول لي من في العالم ليس يتواصل اجتماعيا مع الناس من هو ليس على التواصل الاجتماعي فأما أنه هناك ما يمنعه من يكون في هذا التواصل الاجتماعي لأسباب لديه أو أنه مقصر في مختلف الأمور لأن التواصل الاجتماعي هو شيء يتطور وأصبح جزء من حياة المواطنين فالتواصل الاجتماعي مهم جدا وأنا هذا الحساب الذي تشوفه كان في تويتر أو في انستجرام أو في غيره كلها بدت كأمور شخصية سمعت من بعض زملائي الوزراء الآخرين في العالم وأنهم دخلوا ونظرت إلى تجربتهم ورنها تجربة أثرت وسهلت وصول الموقف والرأي إلى المواطنين وإلى كل أهل المنطقة وهذا شيء نتمنى أن ننجح فيه ونتمنى أن نتجاوز لكن يجب أن نعلم أن التواصل الاجتماعي خصوصا في منطقتنا ازداد في أغلبيته الساحقة في الفترة الخمس سنوات الأخيرة وهي فترة عدم استقرار فما نريد أن يبقى في أذهان الناس بالنسبة للتواصل الاجتماعي هي ليست فترة عدم الاستقرار يجب أن ينظر الناس إلى التواصل الاجتماعي كأحد عوامل الازدهار والانفتاح المستقبلي على جميع أنحاء العالم شكرا جزيلا ونتمنى أن نقرأ لكم دائما قفشات على التويتر الشيخ خارد بن أحمد الخليفة وزير الخارجي البحريني شكرا جزيلا لكم كنتم معنا من سوتي لوجودكم فيها مع العاهل البحريني ولقائه المرتقب مع الرئيس فلاديمير